طيب سيد نورمان رول من واشنطن أريد منك تعليقا على ما تفضل به ضيفنا من تهران هو قال ضيفنا قال إن الولايات المتحدة تقول إن لديها أدلة وأن هذه الأدلة هي المواد المتفجرة الإيرانية الصنع هو يقول لك طيب والسلاح الأمريكي يملأ العالم كل الجيوش والتنظيمات يعني يستخدمون السلاح الأمريكي هل معنى ذلك يعني أن حتى داعش وما تستخدم سلاح الأمريكي ما الرابط بين أدوات التفجير الإيرانية وبين أن إيران هي التي تقوم بالهجوم على السفن الإسرائيلي لقد افتقطوا الحقية هنا التي ذكرها ضيفايكا بشأن العبوات الإيرانية الصنعة ومن ثم فهذه هجمات إرهابية ومن ثم فهناك حصة صغيرة من الأسلحة ومن ثم ليست هناك أي أدلة على استخدام طائرات مسيرة أمريكية أو طائرات أمريكية أو بنادق أو أسلحة أمريكية على استخدام هذه التنظيمات لها في هجمات إرهابية ومن ثم فإننا نفقد النقطة الأساسية وهي مقتل الأبرياء المدنيين في أحد في المياه الدولية في هجم قادتها إيران والذي لدينا آلاف وآلاف من الأدلة والبراهين والتي أذاعتها القنوات التلفزيونية ومن ثم فإن السؤال كيف يكون رد فالة المجتمع الدولي وكيف يمكن دحر ومنع هذه الهجمات مستقبلا ومن ثم ما تفعله روسيا والصين على سبيل المثال في المجتمع الدولي في كل خطوة يتم إحسى المجتمع الدولي على عدم مثل إجراء هذه الهجمات تهران تختارك مثل هذه الاتفاقيات ومن ثم الأمر لا يتعلق بنقص أو عوز الأدلة أو باستخدام ليست هناك سوق سوداء لبيع طائرات المسيرة أو الأسلحة وكذلك فأنا أؤكد على أن الإيران القوات الإيرانية وربما اللبنانية ربما يستخدمون قواهم في اليمن لدعم الحوثيين ودعم الهجمات الهوثية ضد العرب ومن ثم هذه هي الهجمات الإيرانية وهذه هي ردود الفعل في إيران ضد المنطقة بأسرها ومن ثم على إيران أن تتوقف على ذلك وحتى يكون الموقف مختلف أظن أن الأمر لا يتعلق باختلاف الأشخاص بين حكومة بينت وحكومة نيتانياو وهذا ليس زي صلة بموقف إيران وهجماتها